اشتركوا في القناة في المغرب أن ننتبه للفعل السياسي النسائي ونأخذ منه الدروس والعبار لأن الفعل السياسي الكلاسيكي والتقليدي اسمحوا لي أن أقول لكم أنه اليوم أصبح مطبوعاً بمنسوب مرتفع جداً من العنف اللفظي حينما نستمع الجرباء السياسية في حزب السياسي عاد خرج من الحكومة غير بعيد يملأ الدنيا ضجيجاً وتلويتاً ومصطلحات لا يقبلها الفعل السياسي طبيعي والعادي والنبيل وش الله سبحانه وتعالى ما قلش وجدلهم بالتي هي أحسن ودعو إلى سبيل ربك هناك خلط هناك مشكل هناك خلل عميق في الإيديولوجيات التي ربما البعض كي يظن بأنه يدافع عنها حينما ندافع عن إيديولوجيا معينة تندفع لها قولاً وفعلاً وتطبيقاً وممارسة لكن ليس فقط ندافع لها بناءً على التموقعات في موقع ممارسة السلطة أو في موقع آخر اليوم سنضيق الاقتراع أعطيت المخرجات والنتائج ديالها الطبيعي جداً هو مناقشات السياسة العمومية تقييمها انتقادها تقديم البذائل والحلول ما شيء من قبيل أنا حلمت بالدعم الاجتماعي أنت واحد ما حلم بالدعم الاجتماعي دعم الاجتماعي جابوا جلالة الملك ونفذته هذه الحكومة وانتهى الكلام فبالتالي أنا لا أعتقد بأن هذا الطريق اليوم سيوصل إلى منصب المسؤولية من جديد كيفما تقولوا قديمة هذه خاص الابتكار رأي منين تلقينا في المؤتمر الستثنائي في 2016 الأخوات والإخوة كنا كنا غير راضون على النتائج اللي حققنا وكنا كنا نشتغل ليلة نهار وانتما كقيادات نسائية محلية وإقليمية وجهوية وطنية سهمتوا في النتائج الجيل 21 ما شيء نحن بوحدنا اللي جبناها كنتم وراءنا ومعنا وإلى جانبنا فبالتالي في 2016 من اللي نشتغلنا جميعا ما قلناش العدو دينا فلان سيد الرئيس في كل محطة كان يقول عدوي الفقر والهشاشة والتخلف واشتغلنا لمدة خمس سنوات بناءً على أولاً بناء المؤسسة الحزبية درنا إعادة النظر في القراعة في الوطائق دينا من منظمة موازية واحدة هي جمعية الحمامة إلى 19 منظمة موازية اليوم تشتغل بكفاءة واقتضار نعتز ونفتخر بهذا العمل هذا ربما اليوم نحن في مرحلات مقبلة بحكم أننا دوزنا عامين ونصف بحكمة يجب أن ننتبه لتنظيم السياسي دينا وهذا يتطلب مننا الجرأة لقراءته قراءة النقدية عامقة حتى يكون فيها بعض النقد لنحن ما عندنا مشكلة لأن هذه المسؤولية المؤسسة الحزبية هي مسؤولية ترجمة نانسي قنقر